اشتركوا في القناة تحت الضغط نانسي وإسلام إسلام ونانسي إسلام هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني تفضل نانسي تحت الضغط تحد درابك عليها؟ مين بقى؟ أستاذ محمود الكفري وأستاذ محمود سعد يعني محمود سعد كمان بيدرابك؟ محمود سعد بقى ده جسوس اكتشفناه النهاردة يعني هو النهاردة بيشجع فريل أندلس وبيضرب فريل نجوم بيضرب الاتنين كمان بصوا هي زيد ميزة ان احنا كلنا بنساعد بعض في برنامج العبقرة مفيش حد بيبخل على حد بحاجة هذه الحقيقة يعني طيب نانسي أول مرة تنزلي في تحت الضغط رعبة عندنا رعبة طبعا رعبة رايبة وعندنا عشر أسئلة صح ما هو الأديب الراحي المؤلف في المجموعة القصصية التنظيم السري بوز ما هو ربع الرقم 160 تمانين غلط حاكم من الأسرة العلوية تم اغتياله فقصه ببنع عام 1854 فمن هو سعيد بش غلط من هو الفنان الذي شارك سيمون غناء بتكلم جد بوز كم عدد الأسنان التي تمتلكها السلحفاء بوز مواصف يا لاتك قلت يسوف أنا عارفة لا أنا عارفة أنا عارفة أنا عارفة أنا عارفة مؤلف التنظيم السري مؤلف الزوجة التانية ما أنا هو مؤخرج فيلم الزوجة التانية صلاحة بوسية أيوة صعب مين اللي قال لي في التنظيم السري موسيف إدريس لا كويس يا نانسي مش وحش كتجربة أولى إيجابتين صح مش مشكلة لنتاعة الطاقة صعبة فما فيش مشكلة خلص سليم عايزين إسلام ينضم لينا إسلام عايز تعرف نانسي عملتي ولا لا لا بعد المخلص طيب أنا سألت تمن أسئلة من عشر إيش؟ تحت ضغط كاونتر ما هي عاصمة الأردن؟ عمان صح، ما أنا هو مؤخرج فيلم الزوجة التانية؟ الصلاحة بوسية صح، نايروبي هي عاصمة أحد الدول الإفريقية كينيا صح، ما أنا هو الأديب الراحل المؤلف للمجموعة القصصية التنظيم السري؟ ماذا البسطة؟ غلط، ما هو ربع الرقم مئة وستين؟ أربعين صح، حاكم من الأسرة العلوية تم اغتياله في قصر وببنى عام 1854، فمن هو؟ برينباش غلط، من هو الفنان الذي يشارك سيمون؟ غناء بتكلم جد متفقية؟ غلط، جم عدل الأسنان التي تمتلكها سلحفاه ناشر غلط، ما هي اللغة الرسمية في دولة الدينيسي؟ كويس، ما شو حش؟ أربع إجابات، صح؟ ما أنت؟ السؤال اللي ده حاكمي؟ موضوع السلحفة عندها أسنان قد إيه؟ أم عرف؟ حاجبني قوي أنت إتناشر متوقع أي رقم؟ بس هي معلومة ده ما خفيف في الحقيقة دعا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش من هو الأديب الراحل المؤلف في المجموعة القصصية؟ نجيب معفوض، نجيب معفوض التنظيم السري طبعاً الأديب العالمي نجيب معفوض حاكم من الأسرة العلوية تم اغتياله في قصره ببنى؟ أي عباس حلمي الأول من هو الفنان الذي شارك سيمون؟ غناء بتكلم جد؟ حميد الشعيري مش محمد فؤاد كم عدد الأسنان التي تمتلكها السلحفاء؟ طبعاً إسلام رأي 12، ولكن هما سفر سؤال التاسع، ما هي اللغة الرسمية في دولة إندونيسيا؟ اللغة الإيه؟ الإندونيسيا الإندونيسيا ما سمعتش أصمع، ما سمعتش السلحة كلنا نحية إسلام ونانسي، نانسي إسلام تعالي معها يا نانسي فضل عددنا ستاب، 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 أيوة وبعد كده هنطلع ستاب على مقلك، أيوة، ستاب كمان، ونعط فضل فضل يا نانسي فضل يا نانسي تمام؟ شكراً جداً شكراً النتيجة طبعاً اتغيرت هنشوف الأندلس كنته كام؟ من 15 وكم إجابة صح؟ أربعة وعشر نوعات هدية من نانسي بقيته؟ 45 وخمسة واربعين النجوم كنته كام؟ خمسين ويجابتين صح بقيته؟ ستين خمسة وعشرين وخمسة واربعين؟ سبعين سبعين فليل أندلس تتقدموا لأول مرة وستين وخمسة وعشرين خمسة وتمانين تحفظوا على التقدم ودلو أتي مع الفقرة الخمسة، فقرة ضربات جزاء ضربات جزاء أول اتنين منا وأميرة مين مكانكم؟ هنشوف الهدف الأول لفريق مين؟ أسوأ الأول رياضة من هو أول لعب؟ يسجل في خمس نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم لكرت القدم سجل ثمان أهتاف ألفين وستة، ألفين وعشرة، ألفين واربعتاشر، ألفين وطمنتاشر، ألفين اتنين وعشرين، مين بقى؟ وأنا مليش فريادة، بس هقول ميسي للأسف الشديد مش ميسي، إجابة خاطئة أخمن؟ أه، جزاء خد القرار ما عندهاش إجابة، ولكن محمود خد القرار رونالد ما، لو مش ميسي، تبقى رونالدو رونالد أدب من هو الفنان المصري الراحل؟ مؤلف كتاب حكايات العمر كله سيرة ذاتية اتنشرت في ألفين وعشرين تحكي عن حياته شبابه ومواقف معه مشاهير، وفنانين، ورؤساء، وملوك، ممكن يبقى مين؟ نجيب الرحاني؟ سيرة ذاتية اتنشرت ألفين وعشرين هتبقى نجيب الرحاني؟ طبعاً مستحيل إجابة خاطئة مين بقى؟ عمر الشريف يا جماعة، ألفين وعشرين سمير صبري هبقى زي عمر الشريف سمير صبري طبعاً، طبعاً سمير صبري إجابة خاطئة لازم يكون واحد موجود معنا في العصر ده وتوفى قريب يعني نانسي وسمية سمية ونانسي خلي بالك يا سمية لو نانسي جوبة صح خذت خمسة وعشرين نقطة سؤال الثالث طريقاً، حدثت مجزرة 17 أكتوبر عام 1961 بأحدى العواصل الأوروبية فما هي؟ بتكلم على عاصمة أوروبية سمية أجابتك؟ باريس دي كانت مظاهرات سلمية قام بيها الجزائريين في باريس إجابة صحيحة لربح حصر التدول المفروض عليهم هدف مقابل هدف بحمود وإسلام، إسلام ومحمود إسلام، لو جاوبتي صح تقدمت الفريق لأول مرة السؤال اللي جاي، كدرات ذهنية السؤال الرابع حي المسألة الآتية تسعة في تمانية زائد مية واربعين في تلاتة يسوي كام؟ ربعمية اثنين وتسايع الهرف الثاني السؤال الرابع السؤال مكانش سعر فريق الأندلس حق مفادة رمونتادة رمونتادة سمية كان مفوت سامنا بسكر رمونتادة رمونتادة سبعين الأندلس، ستين النجوم ماتش النهاردة بداية كانت مش موافقة من الفرقتين فريق الأندلس متأخر على مدار الماتش من أوله السكور مازال مش حل، سبعين ستين إجابة صحيحة السؤال الأول في ضربات الجزاء كان سؤال بن واسبالي يعني مش عارفة قوي، فهم منت والحمد لله جابنا تلك عملنا رمونتادة ورجعنا تاني وربنا يكملها على خير لآخر الحال أبا طبعاً اللي بيكسب بيسهل مأموريته عشان فرصة التأهل لدور التمانية أتمنى أن نقدر نكمل لغاية عجرة الحظ وننتصر في المباراة بإذن الله خلينا نشوف عجرة الحظ، هتبتسم لمن في أول مباراة وحتكشر لمن في بداية هذا المسيب لو نشوف ونكمل مطلع هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع آخر فقرة فقرة عجرة الحظ والعباقرة وكده أصحابنا العباقرة جمعوا خمسة وستين نقطة فقرة تحت الضغط وضربات الجزال وكل نقطة بألف وفمسمائة جنيه بما يساوي سبعة وتسعين ألف وفمسمائة جنيه ويبقى رسيد لحد دلوقتي مية خمسة وتسعين ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضي اشتركوا في القناة